قال مندوب اليمن لدى منظمة التربية وثقافة العلومة الأممية الدكتور محمد جميح إن صندوق الطوارئ في المنظمة وافق على تقديم دعم عاجل لمواجهة الأضرار التي لحقت بمباني مدينة زبيد تاريخية جراءه طول الأمطار الغازيرة وأوضح جميح في بيان على منصة X إن صندوق الطوارئ التابع لمنظمة اليونسكو اعتقد مبلغ 98 ألف دولار لتدخل العاجل في زبيد وأعرم جميح عن شكره لقطاع الثقافة في اليونسكو وفريق مركز التراث العالمي على هذه المبادرة بتمنيا استمرار عمل استجابة سريعة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في زبيد وغيرها من مواقع التراث في عموم البلد